حققت القوات المسلحة المصرية انتصارا عظيما على إسرائيل بعزيمة وإصرار للجنود واستعادوا سيناء من براثم الاحتلال المزيد مع التفاصيل والزميل مصطفى ميزار نقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث عندما حققت القوات المسلحة المصرية انتصارا عظيما على إسرائيل ليرى العالم أجمع عزيمة وإصرار جنودنا في استعادة سيناء من براثم الاحتلال البداية كانت عملية إعداد الدولة للحرب بمشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة واشتراك القيادات بكل مستوياتها ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه وإنفاق المال والجهد واستخدام كل الإمكانات المتاحة والطاقات الممكنة من أجل استرداد سيناء من العدو الإسرائيلي لا يمكن الحديث عن حرب السادس من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين إلا بالحديث أولا عن حرب الاستنزاف والتي أكدت على معدن الجندي المصري وأثبتت للعالم أجمع رغم قصوة الهزيمة أن الجيش المصري لم يفقد إرادة القتال وأنه قادر على رد اعتباره هذا إلى جانب أنها كانت بمثابة ميدان للتدريب والذي استعد من خلاله الجيش المصري لحرب أكتوبر المجيدة عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين هذه الحرب التي مهدت الطريق لملحمة العبور العظيم ونتيجة للاستعداد القوي والتدريب المستمر وفي الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين بدأ أكثر من ألفين مدفع ثقيل قصف مواقع العدو في نفس اللحظة التي عبرت فيها سماء القناة مئتان وثماني طائرات تشكل القوة الجوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى والتي أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلل التام في نفس التوقيت كان ألاف المقاتلين البواسل قد بدأوا النزول إلى مياه القناة واعتلاء القوارب المطاطية والتحرك تحت لهيب النيران نحو الشاطئ الشرقي للقناة وبعد ذلك بدأت عمليات نصب الكباري بواسطة سلاح المهندسين المصريين على مدار الأيام الأولى للحرب نشبت عدة معارك مع العدو الإسرائيلي وكان من أهم هذه المعارك معركة بورسعيد ومعركة الفردان وكانت الفرق العسكرية المصرية تصد الهجوم وتوقع بالعدو خسائر جسيمة واحتفظت فرق المشاه بمواقعها في المناطق التي استحوذت عليها في شرق قناة السويس بعد محادثات طويلة ومباحثات مضنية لفض الاشتباك تم توقيع اتفاقية فضل الشباك الأولى في الثامن عشر من يناير من عام الف وتسعمائة وأربعة وسبعين وانسحبت على إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من غرب القناة وتمركزت عند خط الممرات بينما احتفظت بصر بالتقدم الذي أحرزته في الحرب لقد كانت حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وبلا شك أحد أهم وأعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث والتي غيرت العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية بل والعسكرية ليس في الشرق الأوسط فحسب بل امتدت آثارها إلى العديد من مناطق الصراع حول العالم موسيقى